يقود المحام موريسي باولو سيارة مصفحة هي الثالثة التي يشتريها وكانت البرة الأولى مباشرة بعد تعرضه لعملية سطو لدى توقفه عند إشارة مرورية في ساو باولو كما في أي مدينة كبيرة قد يكون العنف داهما ويمكن أن تخسر حياتك جراء ذلك الخوف من الرصاص الطائش أو الهجمات المسلحة جعل من البرازيل أول سوق في العالم للسيارات المصفحة إلا أن الأزمة الاقتصادية تدفع كثيرين إلى شرائها مستعملة لا أحب أن أنفق الكثير من المال لشراء سيارة وبما أني أحتاج سيارة مصفحة لانعدام الأمن أختارها مستعملة لأن سأنفق مالا أقل لأتحرك بأمان أكثر تبلغ قيمة قطاع السيارات المصفحة في البرازيل حوالي 245 مليون دولار سنويا ولا تتوفر تقديرات رسمية عن مبيعات السيارات المصفحة المستخدمة إلا أن الخبراء يؤكدون أنه ميل واضح يسجل في البلاد أسعار السيارات المصفحة تنخفض بسرعة ما يتيح للطبقة الوسطى وحتى الطبقات الأدنى التمتع بالمستوعين من الحماية والأمان تفيد الجمعية البرازيلية للتصفيح أن ثلاثة أرباع عمليات التصفيح تنجز في ساو باولو رغم أن الولاية الغنية تشهد أدنى معدل لجرائم القتل في البلاد وفي ولايات شمال شرق البلاد الفقيرة قلة من السائقين يركبون سيارات مصفحة رغم المعدل المرتفع لجرائم القتل